أشير إلى قضية الإلحاد إلى اليوم ولن أذكر أسماء احترم لهم أنهم أشخاص غربيون وهم صرحوا بهذا أنا ما بدي أصرح لأنه ممكن بعضهم ما يحبش أنه يمثل به قال لك تم ابتزاجنا أو العدوان الجنسي عين في طفولتنا لذلكم ناقمون عندهم نوع من الصخط والنقم على مين؟ على القدر بينكوسين على رب العالمين قال لك العلاج المتمركز على العميل يقوم على مبادئ المبدأ الأول التفاؤل بالإنسان الإنسان بشكل عام مشهور شيطان شيطان إشي والإنسان شي مختلف كان منطلق منطلق كارل روجز لاحظ وبحق اللاحظ أنا سيجميند وفرويد فقط استثمر وركز على الجانب الحيواني في الإنسان فروجز قال لك قال لك فرويد بينطلق من الجانب أنا قال بنكروش موجود فينا وصح ولدين بنكرو بينطلق من الجانب الحيواني فينا في علم فينا جانب حيواني بلا شك بس مشكة فرويد وأتباعي لم يدركوا أن فينا جانبا آخر وليس حيوانيا من يركز عليه؟ روجز قال لك لا الإنسان في جانب آخر جميل ونبيل وعظيم فهذا الأمامك المختل هذا عدو المجتمع المجرم الجانح إذا كان صغيرا في السن أبدا في هذا الجانب الجوهر النبي العظيم لكن دفن لم يسمح له أن يزدهر أن يثمر أن يتألق أن يعلو العيب وين؟ قال في المجتمع كمان قال العيب في المجتمع محبّة شوخ المقاربة الجينية والجينات قال لك لا هذا شيء آخر لأنه يشتغل على مستوى أقل المستوى الأكبر وهذا صحيح أنا أيضا أم بهذا أنا أشوف لو بداني من هنا زي ما بدأ كارلو جزب نكون بداني بداية صحيحة بمعنى سل نفسك بصدد أي شخص ممن إيه لا تستريح إليه أو حتى ممن آذاك بشريته وعدوانيته وصفاته سيئة سلبية لو كنت مكانه أو بلاش لو كنت مكانه سيديه لو كان هو مكاني وعاش فيه مثل الظروف التي عيشت ما هي ظروفك؟ ستقول لي أبوان محبان أبوان مهتمان أبوان مثقفان أبوان مثقفة كان عملاني أحسن معاملة أيضا حظيطي بروضة أطفال من أروع ما يكون بمدرسين في ابتداء والعلاج الثانوي من أروع ما يكون لو كان هو مكانك ماذا كنت ستظن؟ ترجيحا أظن لي بصراحة أظن بالنسبة تسعين في المئة سيكون مثلي وربما حتى أحسن معظم الناس ضحايا لأحوالهم وشروطهم وظروفهم التي وجدوا أنفسهم منخرطين فيها دون مأي خيار لا اختاروا آباءهم ولا اختاروا أمياتهم ولا اختاروا رياضي ولا اختاروا مدارسهم ولا اختاروا جامعاتهم ولا اختاروا مشائخهم ولا أستيدهم ولا جيرانهم ولا حاراتهم ولا الطبق الاجتماعي التي انحذروا منها ولا ولا فكانوا هيك روجز أيخا بهذه الحقيقة كانوا متفائل جدا بالإنسان طيب هل هذا هو الحل؟ قالك من هنا يبدأ الحل طيب كيف يبدأ الحل؟ قالك آه حين ألتقي بهذا الجانع وبهذا المريض وبهذا المجرم أي كان أنا سأعطيه فرصة أن أتعلم منه وأن أستمع منه ولازم أصدق أنا أحاول أن أتعلم منه فعلا قال أنا تعلمت من مرضاي أنا نموت معهم أصلا وتطورت بهم قال هم لهم أكبر الفضل علي وهم ناس طيبون في الأخير وأنا سعيد جدا 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 قالي من أكبر أسباب سعادتي أني نجحت مع زوجتي في تربة أولادي والأولادين هو وأيضا أني سعادت ما انطلبوا مشورتي ما كان حتى تحب كلمة العميلة أو كلمة المريض أو أبدا أقول الاستشارة وبنتشاور أنا وياه في المشكلة شيء جميل وقام بأسلوب التقمص العاطفي ليس السيمباثي الإمباثي أني فعلا أضع نفسي مكان هذا الشخص تماما أمشي في حذائي أتخيل نفسي أني أنا هو هذا الذي سخر منه في البداية ليش وعماء نفس سخروا منه حتى الكبار كانوا عندهم برضو من نزعة طيبة يعني أنت بدك تساوي بيننا إحنا العلماء والمعالجين وبين المرضى قالوا ما إحنا إخوة في الأخير ما هي المشكلة يعني ما كان عنده هذه النزعة الأستقراطية العلمية أن المعالج والمريض قال مشكلة للبشر قال أنا هذا اللي فهمته أنا قال مشكلة معظم الناس مشكلتنا في التسلط والسلطة قال يمارس علينا السلطة مذئة نكون صغارا وهذا السلطة تكبت شخصياتنا وتورثنا أمراضا وعللا وأشكالا من الحصر النفسي الكثير جدا قال أنا ما أريد أن أرسع مرضاي هي السبب أصلا دمار مرضاي ما أريد أنا ويا أصدقاء نتشاور وأتخمص حالته تماما وأتفهمه وأعطي الثقة المبدئية أني أنا مؤمن به ومتفائل به قال مجرد أن يوقن المريض لكن يجب أن يصدق هو أن هذا ليس تكتيك وليس خطوات استدراجية أبدا وليس لكي مصلحتك أنت أنت إنجحت في علاجي أبدا رغبة صادقة في أن أساعدك لكي تكون أنت كما تحب أن تكون قال هذه مشكلة للبشر مشكلة للمرضى النفسين عموما أنه في صراع بين ذاتين الذات المأمولة التي كان ينتظره من نفسه والذات الحاصلة وفي جاب أو فجوة كبيرة تختلف من حال لحالة كان يتأمل في حاله هيك لقى حاله هيك هو فهو يصير عنده ردة فعل عنيفة قال هذا الذي ترى عدوانيا وآثما وخاطئا عليك أن تفترض أنه في معظم الحالات إنما يفعل هذا لأنه غاضب ولأنه ساخط ولأنه خائف لأنه خائف هنا أريد أن أفتح قرسين وأعالج بسرعة أشير أشير إلى قضية الإلحاد إلى اليوم ولن أذكر أسماء احترم لهم أنه أشخاص غربيون وهم صرحوا بهذا أنا لا أريد أن أصرح لأنه ممكن بعضهم ما يحبش أنه يمثل به قال لك تم ابتزاجنا أو العدوان الجنسي عين في طفولتنا لذلك من ناقمون عندهم نوع من الصخط والنقم على من؟ على القدر بينغو سينا على رب العالمين لماذا سيبني يكيب على البناء لو كنت موجود وأنت كليا القدرة وكليا الرحمة لما سمحت أن يفعل هذا البناء أنت مش شايفه كلهوتي أو رجل تتكلم باسم السماء وباسم العقيدة أنه عنده عذر أنه عنده عذر هو شايف حاله أنه معذور أنه وضعه ليس سليم بالمرة وأنت بجد أن تفهمه لذلك الآن أحد الأسليب المهمة في العلاج النفسي أن يعطى هؤلاء الفرصة التامة المنفتحة الواثقة الآمنة سكيور يعني أمام أناس لهم قيمة ولهم قدر موضع ثقة أن يصرفوا بما وقع لهم يقول له يا سيدي حصل معي كذا 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 وأن يتقبل هذا تقبل تماما أنه هذا يحصل وحصل مع غيرك ومع غيرك الكثيرين وهذا ليس ذنبك هذا ليس ذنبك وأنت ليس لك يد ولا يدان في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد وهذا لا ينقص من إنسانيتك ولا نبلك ولا طهارتك ولا كرمتك ولا رؤية الله لك مجرد أن تتقبل حالته وأنت بهذه الطريقة تعرف أنت تساهم بنسبة 80% في شفائه علميا هذا إذن الذي أرد أن أقوله أن مدرسة كارل الرجلس في علم النفس الإنساني وأسلوب العلاج المتوحور حاول العميل كلها تقوم على فكرة الخطبة اليوم تقبل الإنسان كما هو مبدئيا وإياك أن تفقد الإيمان به وبخيريته وبنبله وطهارته على أساس أفعاله وحاول أن تبحث في خلفياتها وفي الظروف التي أنتجتها والظروف التي ربما لزتوا إليها لزا واضطرتوا إليها اضطرارا مجرد أن يثقه وأنك تفهمت هذا أنت ستضعه على على خط شديد في حياتي سيبدأ ويستعيد الثقة بنفسي ويؤمن أنني يمكن أن أكف عن مواصلة كوني شريرا كوني مدمرا كوني ممرورا كوني سلبيا والأبدأ من جديد أن أجرب أن أكون إنسانا جميلا وإيجابيا وبناء شيء حجيب كل هذا موجود في الدين على أحسن مما فعله كار روجرز تماما موجود وما ذكرنا إلا قطرة والله في بحر هذه النصوص وهذه الأدبيات العظيمة إذا كنا مجتمعا صحيحا نفسيا وصحيحا دينيا علينا أن نتعلم هذا الدرس وأن نطبقه